يعانيها طلبة السادس الإعدادي فإنهم اليوم يطلقون مناشداتهم إلى وزارة التربية بالدخول الشامل لأداء الامتحانات النهائية التي من المفترض أن تبدأ خلال الشهر المقبل من السنة الحالية فالمطالب تتنوع وسائلها بين قيام الطلبة بتنظيم تجمعات ترفع مطلب الدخول الشامل وبين من يجدون أن منصات التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة أخرى لإيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية فالقرار يبدو حرجا على وزارة التربية أما طلبة السادس الإعدادي فما زالوا يواصلون الضغط بشكل متواصل علهم يلاقون استجابة تمكنهم من الدخول إلى أداء امتحانات البكالوريا التي هي اليوم على الأبواب ودون استثناء ليكون ذلك بمثابة فرصة لهؤلاء الطلبة بتحقيق النجاح الذي يرسم لهم مرحلة مختلفة للسلم العلمي الذي تقوم على أساسه العملية التعليمية والتربوية وبينما تبقى الأمان معلقة عند الجهات المعنية فإنه بين الرفض والقبول ليس من قرار يذكر حتى اليوم على الرغم من طول فترة الحراك الطلابي الذي أخذ صدا واسعا كان يراد منه تحقيق مطلب الشريحة الطلابية التي وعلى ما يبدو أنها ستتسع رقعة مطلبها المشروع في مناطق ومحافظات متعددة لما لهذه المرحلة الحساسة من أهمية كبيرة تحدد مصير الطلبة ومستقبلهم بالاعتماد على ما يخرجون به من معدلات النجاح في نهاية المرحلة الإعدادية التي تمهد لما بعدها في القبول في المعاهد والجامعات العراقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر